إذن الإدارة الأمريكية والمنظمون الأمريكيون يقفون حجر عثرة في تنفيذ صفقة هي الأكبر في تاريخ مايكروسوفت لاستحواذها على اكتيفجن بلازرد الصفقة التي تعد الأكبر في تاريخ مايكروسوفت والتي توازي 69 مليار دولار نتابع التفاصيل المتعلقة بلجنة التجارة الفيدرالية التي طلبت من المحكمة توقيفا مؤقتا لهذه الصفقة وأمر تقييدي مؤقت لهذه الصفقة لعدم تنفيذها والتي أكدت إدارة مايكروسوفت أنها قد تغلق في نهاية شهر يونيو ولكن الأوامر يبدو أنها تحاول إيقاف هذه الصفقة لمنع أي اتفاق نهائي خلال الأسبوع الجاري قيمة الصفقة التي هي الأكبر حوالي 69 مليار دولار ستكون أكبر صفقة في تاريخ مايكروسوفت على أساس سعر سهم يبلغ 95 دولار للسهم هذه الصفقة كان قد تم الاتفاق عليها في يناير الماضي وبالمناسبة تمتلك السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة حصة في أكتيفجين بليزرد وهذه الحصة وقت الإعلان عن الصفقة كانت تبلغ حوالي 2 مليار و 500 مليون دولار نتحدث عن الأسباب التي تجعل الإدارة الأمريكية والمنظمين الأمريكيين يقفون في وجه الصفقة بداية الاحتكار الاحتكار للألعاب التي تقدمها أكتيفجين من خلال منصاتها إذا استحوذت بطبيعة الحال مايكروسوفت على أكتيفجين فالناس سوف تستحوذ على الألعاب التي تنتجها وتطويرها وتجعلها حصرية في أكس بوكس وهذه هي المخاوف التي تقدمها أو التي تبديها هيئة أو لجنة التجارة الخارجية كذلك أيضا نشاهد منصات التحكم الأخرى سواء سوني أو ناينتندو وبالمناسبة أيضا أن السعودية لديها حصة في ناينتندو في هذه الفترة نتبع أيضا أن الصفقة بحسب المنظمين الأمريكيين قد تسمح لمايكروسوفت بالوصول إلى معلومات تجارية حساسة وذلك بحسب وصف المنظمين الأمريكيين ليست أمريكا وحدها من تعارض هذه الصفقة ولكن أيضا بريطانيا والمنظمين في بريطانيا عرضوا هذه الصفقة سابقا وحاولوا منعها وعطلوا هذه الصفقة في حين وفقت أوروبا ننظر إلى تصريحات الخبراء القضية تعكس نهج إدارة الرئيس بايدن فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار وهذا هو الغرض الرئيس من منع مايكروسوفت من الاستحواذ على أكتيفيجين المطور للعبة كوليف ديوتي نتابع استبعاد عرقالة الصفقة من قبل المحكمة نتيجة التنازلات الطوعية التي قدمتها مايكروسوفت ما التنازلات التي قدمتها مايكروسوفت؟ في نهاية العام الماضي تحدث رئيس شركة مايكروسوفت عن أنه سوف يقدم عرضا بعقد لمدة عشر سنوات لبلاي ستيشن وهي التابعة لسوني لتقوم بإمدادها بكل أو بلعبة كوليف ديوتي تحديدا وكل الإصدارات المطورة لمدة عشر سنوات بالتزامن مع إكس بوكس لتكون اللعبة متاحة في الجهازين معا مايكروسوفت قد تطالب أكتيفيجين برسوم الإنهاء بها ثلاثة مليارات دولار قد تدفع في حالة إنهاء هذه الصفقة ورفض هذه الصفقة عن التنفيذ نشاهد أنه أيضا المتعلق بوضع الصفقة سابقا شاهد نهاية المنافسة البريطانية حضرت هذه الصفقة مايكروسوفت قدمت استئنافا ضد قرار الحظر ولكن في أوروبا تمت الموافقة بعد التطمينات التي قدمتها مايكروسوفت خلال هذه الفترة نتابع أيضا أن الأسهم المتعلقة بالأطراف المعنية بهذه الصفقة بداية سهم مايكروسوفت يرتفع بارتفاعات بورصة ناسدك ونشاهده يرتفع بواحد أو مؤشر ناسدك يرتفع بواحد ونصف في المئة يحوم حول أعلى مستويته في عام ونصف فيما أكتيفيجين مع في ناسدك أيضا في مؤشر ناسدك 18 نقطة مئوية من التراجعات بالنسبة للسهم أما سهم سوني في توكيو يرتفع خلال هذه الفترة بواحد فاصلة أربعة في المئة لأنه في حال استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجين سوف تكون هي أكبر أو ثالث أكبر شركة لتطوير الألعاب الإلكترونية في العالم بعد سوني وتنسنت